تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي تتواصل فعاليات المرحلة الثانية والعشرين من مبادرة كلنا واحد التي أطلقتها وزارة الداخلية بمناسبة حلول شهر رمضان لتوفير استلعي بأسعار مخفضة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك تستمر فعاليات المرحلة الثانية والعشرين من مبادرة كلنا واحد لمدة ثلاثين يوماً حيث شهد اليوم الثالث لمعارض المبادرة إقبالاً كبيراً من المواطنين لشراء مسلزمات شهر رمضان كمان فاسبيع عملات دولة زي ده كل حاجة متوفر فيه وممتاز جداً بصراحة أما خارج والجدد بتاعته عالية جداً أما خارج المنافس دي بنلاقي أسعار طبعاً مع التجار حاجة لا يتخيلها عقل يعني أسعاري عالية جداً جداً بصراحة يعني أنا طول اليوم بلف في الأسواق مافيش حاجة مش متوفرة أسعار برضو معقولة يعني إذا كان غلية بيتغلي باستحياء إنما مافيش غلوه فاحش وكلام أنه والحمد لله الحمد لله إحنا في نعمة السرعة متوفرة جداً وكل حاجة دلوقتي في المبادرة أسعارها جميلة وسهل الشراء يعني مش لسه مافيش ضغط أوي يعني لسه مافيش ضغط أوي يعني لسه بعد دخول رمضان كفصان طيبين بس فكل حاجة كويسة الحمد لله في أكثر من 993 منفذان من منافذ أمان ومبادرة كلنا واحد تتوافر السلع بأسعار مخفضة وبأقل من أسعار الأسواق ما أفار حالة من الارتياح لدى المواطنين حيث تواصل وزارة الداخلية توفير سلع مخفضة في إطار الجهود للتصدي لمحاولات بعض التجار بالاحتكار السلع متوفرة كل حاجة موجودة الحمد لله دي وسكر والرز وكل الحاجات دي متوفرة ومتوفرة بكميات كمان مش حاجة أليلة وخلاص لا متوفرة في أي وقت أي حد يلاقي موجود فيها فاش أي مشكلة بس أنا شايفة أن الأسعار مناسبة شوية عما كنا متخيلينها يعني انا كنا متخيلين أن الأسعار هتبقى عالية جداً الفترة دي بس لا أنا شايفة أن الأسعار كويسة يعني الحد ما كويس أو الأسعار مخفضة يعني هو الرز في الكارتون هنا بتاع التاحية مصر في المبادرة يعني ما يشاهد راح بينه يعني 10 جنيه تقريباً سعر الكيلو 10 جنيه لكن برها بيها تراح من 14 ل20 الدولة تسعى إلى تحقيق الأمن الغذائي وتوفير مخزون استراتيجي كاف من السلع الأساسية وغيرها وزيادة نسبة المعروض في الأسواق المحلية بتخفضات تصل إلى 60% من أجل تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن أحمد الحسيني التلفزيون المصري